فرحة عارمة في صفوف أصحاب المطاعم في مدينة رهط في النقب بعد أسبوع من افتتاحها ضمن المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق والسماح بالتجمهر لعشرين شخصا على الأكثر في أماكن مصقوفة وخمسين شخصا في أماكن مفتوحة وفتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل المواطنين أول حاجة هذه فرحة كبيرة لا توصف فتحة المطاعم أول حاجة أنا رديت مع فتحة المطاعم قبل سبوع عشر تيام رديت ما يقارب خمس عمال اللي كانوا فيه إجازة غير مدفوعة حالات طبعا زي ما تعرفوا أنا لم أشوف عامل بيرجع على الشغل أنا بذكر حالية الفنت على العمال في الليل بقولون بكر رجعين على الشغل فرحة لا توصف هذا نبدأ من العمال من الحركة نفسي الحركة زي ما أنتم شايفين الحمد لله الحركة شوي شوي بيخذ شوية وقت لما ترجع هذا شيء معروف بس الحمد لله رب العالمين أمل مشوب بالحذر من المستقبل تلمسه لدى الموظفين مع كثرة الإجازات غير مدفوعة الثمن مقابل تفاهمهم للأوضاع الراهنة نظرا لمخاسر أصحاب المطاعم وبالتالي اهتمامهم المفرط باحتياطات السلامة الصارمة التي يتم تطبيقها من جهة ودعوتهم للمواطنين بإنعاش الاقتصاد المحلي من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ندعوكم بعد إغلاق ست أشهر من الاقتصاد المتدني جدا وأهلا وسهلا بكم ونتشرفتوا بنا كلكو وندعو أنكم تدعموا جميع المصالح الاقتصادية في البلد مش بس المطعم كل الاقتصاد بعد إغلاق ما داما ست أشهر ستاح المطعم برجع على المطاعم بشكل عام برجع على الحياة وبنلتقم على استقاء والأحباء هاي جونا من مجد الشمس إخواننا ومن تعايش والاقتصاد بين تعيش وتكون في حركة والواحد بقدر يقعد يأكل والحياة بتستمر أحسن أفضل من قبل لا شك أن تجربة تناول الطعام في المطاعم في فترة الجائحة الكورونا مختلفة تماما عن ما كانت عليه في الماضي ورغم الحماس الواضح للعاملين في قطاع إعداد الطعام مع عودتهم إلى العمل هناك تخوف من عودة شبح الأغلاق بعد الانتخابات الوشكة مباشرة